ما هو الاحتيال الإلكتروني؟ ما هي الطرق اللي يستخدمها المحتال لسرقة معلوماتك واموالك البنكية؟ كيف ممكن أن نحمي نفسنا من هذا المحتال؟ كل هذا راح تشوفونا بهذا المقابلة موسيقى مستمعينا ارتبط انتشار الجرائم المستحدثة بوجود الانترنت اللي أفرز نوع جديد بيختلف عن الجرائم التقليدية وساهم بتوسعها الاستخدام الكبير للشبكة العامة الكوبوتية ونشوء مجتمع معلوماتي بتسيطر عليه الأجهزة الإلكترونية وبتسيطر على أذهان مستخدمية وخصوصا مع الدراي الكافي إذا فينا نقول بمختلف التقنيات والبيانات المخزنة بيتسم هذا النوع من الجرائم بسهولة ارتكابها وسرعة انتشارها بين الدول والقرات وبتعد جريمة الاحتيال الإلكتروني إحدى أهم الجرائم الإلكترونية اللي بتعتمد على أسلوب الخداع والغش والاحتيال على الغير وأخذ ماله إلى آخره وطبعا دايما بيعتمدوا على تقنية الشبكات المعلوماتية بالبيانات والمعلومات الإلكترونية اليوم رح نفهم أكتر عن هذا الموضوع نفهم شو أشهر وأهم الطرق اللي ممكن يتم الاحتيال فيها علينا أهم طرق الاحتيال الإلكتروني خليني رحب بي ضيفنا الموجود معنا على هوا مباشرة طبعا بالصوت وبالصورة أستاذ ياسر الشمري مهندس الشبكات ياسر أهلا وسهلا فيك معنا ياسر اليوم هيدا الموضوع أنت شخص مناسب جدا لألك لأنه كمان من ضمن اختصاصك هو الأمن السبراني خلينا اليوم نفهم نحن نحكي دايما عن هذا الموضوع قد ما حكينا بحسوا من المواضيع المهمة لأنه مثل ما كنت عمقول الشبكة الإلكترونية صارت موجودة بكل بيت بين إيدان الكل يعني الكبير والصغير طرق الإحتيال صارت فيها كتير قوية وكتير زكية بنفس الوقت اليوم شو أهم طرق الإحتيال اللي ممكن يصطادوا فيها الناس المحتلين طبعا إلكترونيا طرحة الموضوع جدا مهم وجدا لازم كل الناس تتواعف طرق الإحتيال لو قسمناها على قسمين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بشكل مباشر لو أعطينا من أحد الأمثل الموجودة أن المحتال انتحل شخصية موظف بنك حيث أنه يكلم الضحية ويأخذ مننا بياناته البنكية نعم ويتم ارتسال جميع أموال الضحية إلى حسابات خاصة بالمحتل نعم للأسف هذا شيء صحيح كثير هنا في السعودية نعم فعندنا برضو حاجة ما هي موجودة في السعودية لكن موجودة في الغرب بحيث أنه الشخص برضو ينتحل شخصية ويتصل بشكل مباشر مع الضحية نعم وينتحل شخصية ماكرسوب سوفورد أو دعم فني لشركة معينة أو دعم فني لشركة الاتصالات الموجودة عندها حيث أن يطلب مننا معلومات يطلبها المحتال عشان ياخذ مبتغا نعم عندنا طريقة الغير المباشرة وهذه يعني تكون أكثر انتشاراً وأكثر سهولة في هذا الهجوم عندنا من أحد الطرق اللي هو إرسال رابط خبير إلى الضحية أو ملف خبير إلى الضحية سواء عن طريق البريد الإلكتروني نعم أو عن طريق أحد الموافع التواصل الاجتماعي هدف الشخص بأنه هذا الرابط الخبير يحتوي على برنامج الضار وبرنامج هذا من أحد البرامج الضارة اسمها برنامج الفدية أو رنج سوموير نعم حيث أنه يتم تشفير جميع ملفات الشخص يتم المحتال بإبتزاز الضحية ليدفع مبالغ لفك تشفير هذه الملفات نعم نعم وفي ناس تقع في فخ هذا العجوم نعم وبرضو عندنا في أحد الأمثلة برضو إذا كنا بنفصل فيه بشكل أكتر تكون في رواضب بسرقة حسابات نعم في مواقع تواصل الاجتماعي حيث أنه المحتال يضع موقع طبق الأصل لو أخذنا مثال تويتر حيث أنه يقع يضع المحتال موقع تسجيل دخول لحساب تويتر نعم حيث أنه الضحية يتم تسجيلها بالأسم استخدم والكلمة بمرور حيث أنه ضغط على كلمة تسجيل الدخول يتم إرسال المعلومات بشكل مباشر إلى المحتال وهذا الشيء برضو يتم عن طريق صرقة البطاقات البنكية نعم والأسف كثير يقعون في هذا الفخ نعم حيث أنه يعبي بيانات البطاقة البنكية والرقم السري للبطاقة البنكية ويتم إرسال هذه البيانات مجرد ما يضغط زر اللي هو الإرسال نعم يتم إرساله إلى المهاجم نعم ياسر هني في بعض الأحيان يعني الناس بيكون عنده وعي يعني أنا من الأشخاص اللي بعت برحالة زكية ما بينضحك علي بها الموضوع وأصلا في بعض الأحيان بتعرف دايما بيجيك تليفونات ما عندك وقت فمجرد ما يبلش يحكي بتقوله تانكيو باي بتسكر التليفون لكن أدمن أن أزكي في بعض الأحيان يعني أنا في من فترة قدروا يخلوني أخدوا أعطي معهم تقريبا يمكن لخمس دقايق دليت أحكي آخر شي انتبهت أنه في شي غلط اتصلوا فيي وكان الموضوع شخصيا بيعنيلي لأنه كان الموضوع أنه هني من شركة عم تعمل بحث على المحطات الإعلامية وشو أكتر المحطات المشاهدة بيدوباي وأنا صراحة كنت فاضي وكان يهمني الموضوع فالأسئلة الديتيلز اللي سألوا فيها لا يمكن تتخيل أبدا أنه اللي عم بحكيك شخص مش فاهم بشغله واسماء الشركات اللي ذكروها حتى انتحلوا اسم شركة بتعمل إحصاءات معروفة جدا فضليت معهم ضليت معهم ضليت معهم لآخر شي يعني بس ارتحولي وقالوا لك هايدي صيد ثمين كم سؤال هيك غريب جدا حسيت في شي غلط فسكرت الخط لأني بيشتغل بالميديا فانتباهت إنه هيدا سؤال بس يمكن شخص عادي مش به هالمجال ممكن كان بيروح معهم ففي بعض الأحيان فعلا بيكونوا أزكية بطريقة مش طبيعية وبيقدموا حالهم من خلال شركات يعني ما بتحس إنه في شي غلط اليوم كيف فينا نحمي نفسنا منهم كيف فينا ننتبه إنه بجد في شي غلط خصوصا إذا كان الموضوع فعلا بشدك وبهمك وحابب تشارك فيه هل مجرد ما يذكروا بدون حساب بنك أو بدون يعني شو الإشياء اللي بيخليك توقف وتقول لا في شي غلط صحيح صحيح كلامك تنتميل وحتى يعني كلنا كنا في هذا هذا اللحظة نعم كنا في هذا اللحظة الاحتياج صحيح فإحنا عشان نحمي نفسنا من هذا الهجوم بس مثل ما نذكر النقطة اللي هما احتالوا أو انتحال شخصية شركة أنا لما نقلت لك بهذا الهجوم هذا الهجوم مبدئ لكن إذا أنا أبي أستهدفك أنت شخصيا حيث أنه أبي آخذ منك شي معين أو مبالغ معينة أنا أجمع عنك معلومات كثيرة أنت وين شغالة وين ساكنة وش المهتمة فيك وهذا يسمون سبير والهجوم هذا اللي حطنا بين قصين هو السوشال انجينيرينج أو هندسة اجتماعية نعم حيث أنه أنا أجمع المعلومات عن الشخص اللي أبيه وأجي أخترق وآخر اللي أبيه من هذا الشخص سواء أموال أو أخترق جهازه تمام عشان نوعي نفسنا في هذا الهجوم الخطير نعم لا يمكن أبدا أنه نمشي مع شخص إلا في وثائق رسمية بمعنى شخص كلمني أنا رجل أقدم وظائف نعم أبيه وظائف فأحد كلمني أوكي فيه وظيفة لكن عطني البطاقة الهوية الوطنية وعطني إلى آخر إلى آخر فشخص كي مقدم وظائف يعني ينبسط أوكي فيه وظيفة لقيتها أو حصلت كرصة فهذا الأسب كتير نعم صحيح نعم صحيح نعم يقعون في هذا الفخ فعشان كذا إحنا عشان نتأكد أنه الشخص هذا حقيقي وليه يعني ما هو كذب إذا كان من أحد الشركات الكبيرة وينتحل شخصية أوكي أنت محتم أوكي أبيك رسلي إيميل رسمي من الشركة نفسها نعم حيث أن يكون في الإيميل الآت اسم الشركة دوت كوم نعم هذا من أحد الطرق أني نوعي نفسنا حيث أنه شخص انتحل شخصية موظف بنك أنه والله حسابك موقف ونحتاج معلومات قفف على طول واتصل على البنك نفسه نعم هل الحسابي موقف ولا لا أي احتيال يتم دائماً ارجع للمصدر الأساسي ووقف أوكي أنت ما عندك مشكلة خلاص أوكي بقفل وأكلم على المصدر الأساسي هل عندي مشكلة فعلاً أو لا نعم هذا من الأمور اللي الوعي فيها التسوق الإلكتروني قد ممكن يوقعنا بسرقات إلكترونية التسوق الإلكتروني للأسف هذا من أحد الأساليب اللي كثير ناس يتحون فيها وكثير فجأة يشوف رسائل جوال يتم سحب مبالغ مادية لكل شهر فما يدري مين سحب المبلغ هذا فللأسف الشديد كثير يبيشتر من كل مكان نعم يعني ما يروح للموقع الموثوق من أحد الأشياء اللي لازم نواعي نفسنا في المتجر الإلكتروني لازم نروح للمواقع الموثوقة نعم والموجودة في وزارة التجارة حيث أن نعرف أن هذا موقع فعلاً موقع تجاري نعم يبيع وضائع أنه ممكن أقلب من موقع ما يجي للطلب خلاص يقلب شوصي نعم أو حتى شيء ما هو بيدك لكن يفضل أنه الشخص يقلل من هذا الشيء بمعنى خلنا نقول لك أنا شريت من موقع موثوق فعلاً نعم موقع موثوق موجود في أستراليا أو أمريكا لكن هذا الموقع للأسف حماية ضعيفة وتسربت المعلومات نعم حق الموقع نعم ومن المعلومات الموجودة للأسف بطاقتك البنكية نعم حيث أنه يتم تسريب هذه البيانات في الانترنت المظلم في أماكن أخرى نعم يتم بيع هذه المعلومات نعم فإذا أنت لاحظت أي تفاعلات غريبة في الحسابك يتم سحب على طول كلم البنك قالوا السلام عليكم في شي غريب وقف الحساب نعم لكن عشان إحنا نوعي نفسنا أكثر ونحمي نفسنا أكثر نتقل النطاق المواقع نشتري منها مو أي موقع نرمي البطاقة عندنا نشتري هنا ونشتري هنا نشتري هنا لا نشتري من أماكن محدودة وفي هذه البطاقات التي تتعبت عبايي هي بحسة أسلم طريقة للشراء فيها عبر الانترنت يعني ما بيكون فيها مبالغ كبيرة بتكون مبالغ محددة وصحيح بالنسبة للبطاقة اللي هي تشتري منها مثل أبل باي نعم أو طريقة طرقة الدفع هذه أنا صراحة أفضلها عن طرق الدفع الثانية أو في طرق دفع لبيبال حيث أنه يتم إرسال البيانات هذه ليس مثل الموقع إرسال البيانات للموقع أو الشركة الأساسية بيانات موجودة محفوظة في أبل ما هي موجودة في الموقع فقط تم تمرين البيانات هذه سؤال عن شغلي حدثت الأسبوع الماضي مع صديقة لألي إلى أي مدى فعلا هالشي مظبوط بعتت صورة من خلال الواتساب لكرتها لأحد أفراد عائلتها بدوا الكرت يستخدموا تم صحب مبالغ من الكرت هل فعلا إذا تبدلنا صور الكرت من خلال واتساب أو فعلا بتم سرقتها يعني هل أنا استغربت شوي من الموضوع لا هنا ندخل في موضوع تاني مختلف شوي بحيث أنه أنا أخترق الواتساب حقك كطريقة ما من الطرق الموجودة لما أخترق الواتساب حقك راح أقدر أتواصل مع أفراد عائلتك أصدقائك أنا أحتاج مبلغ مادي حيث أنه هو يصور البطاقة يقول أنه يأطلب منه أن يصور البطاقة وأخذ البطاقة هذا من أحد الأسليب أو أنه والله أبيك يعني تعطيني مبلغ مادي فأي شخص أي شخص سواء صريب صديق أو أحد نفر العائلة يحتاج مبلغ مادي تكلم السلام عليكم متكلمتني حالي تحتاج مبلغ مادي أبد أبشر لازم يتواصل بشكل مباشر هاي دي بتبنى مستمعين ينتبهوا منا لأنه نحنا كمان صارت عنا كذا زميل حراموا أرسل مبلغ مادي وطلع مش مرسله لزميله كان بوقتها ودرجة بفترة من فترة أصيرة هوني وأكتر من زميل فتم إرسال فلوسه بالأخير انتبهنا أنه مش للزميل في اختراق للواتساب ففعلا نتبهوا منا الطريقة السليمة تتصلوا وتسألوا الشخص نفسه بعد بدي أسألك على سريع إذا في قصة أو مثال لحدا تعرض للإحتيال الإلكتروني هيك قصة توقفت عندها قبل ما نختتم هذا الحيو ما يكون أنت بس لا 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 الحمد لله لا الحمد لله ما مرتب بهذا الحمد لله أكيد لا إحنا يعني في لقاءنا هذا ذكرنا أقل شيء خمس قصص للإحتيال نعم يعني سواء بعدة إحتيالات سواء مبلغ مادي في اختراق الواتساب في طرق كثيرة لكن عشان أقول لك أنه هذا الموضوع مو أوكي خاصة إحنا عندنا نواعي ونعرف هذا الشيء لا المهاجم يجيك في وقت أنت تركيزك يكون بسالة لأنه يكون عندك ضغط الشغط فإرسلك على الإيميل أنه هو الشركة الفلانية اللي فعلا أنتم مسوين عقد معها ويطلب منك معلومات تدخلين هذا الرابط فعلا تدخلين هذا الرابط لأنه مجمع عندك معلومات نعم هنا من أحد القصص الموجودة من أحد خبراء في الأمن السبراني نعم وقع في هذا الصخ وحط معلومات البطاقة حقتها وانسحبت منها من يقارب عشان لا فريع فمو شخص أنه إحنا نوعي الشرط إحنا نكون حذرين نعم بيسترجعن الواحد هود المصاري ولا خلص راحه راحه والله كثير كثير عند المراكز الشرطة يعني يقول ما نجنسوه شي خلص ما فينا نساوش راحي الله يعودك شكرا جزيلا لإلك أستاذ ياسر يعطيك ألف عافية شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة